لا تستغلوا أبداً فينا نحضر بالبيت الجيش بأرقش مثل المحلات وقطيب أنا بلشت بفروج كامل وقطعته أنتوا أكيد فيكم تجيبوا مقطع خالص أو فيكم تستعملوا أي جزء من الفروج أنتوا بتحبوه هوني أنا الفروج قطعته وقسمتوا طلع عندي عشر قطع أكيد فيكم تقطعوه متل ما بتحبوه يلي بيبقى من الفروج ما بكبوه بسلقوه بستفيد من المرأة طبعه بالنسبة للبهرات حطيت ملعقة صغيرة مليانة ملاح نص ملعقة صغيرة بهار أبيض نص ملعقة صغيرة زنجبيل ملعقة صغيرة توم بودرة وملعقة صغيرة بصل بودرة ملعقة مليانة بابريكا ونص ملعقة صغيرة عقدة صفراء أو كركم بخلطهم كلهم مع بعضهم وبزيد نص كمية البهرات فوق للجاج للجاج بقدر حضره من قبل بليلة وخليه بالبرات أو إذا بدي استعمله بنفس النهار يفضل أنه على القليلة ينتقع ساعتين ليتشرب البهرات وهون بزيد البهرات فوقهم بحركون كتير منيح وبغمرهم بالماء يتكون الماء عقدهم وحبيت زيد هالمطحون حطيت نص ملعقة صغيرة فوق للجاج ونص ملعقة صغيرة فوق البهرات كان فيه دغري حط ملعقة صغيرة وقتا كنت عم حط البهرات مع بعضهم وبزيد عصير حامضة فوق للجاج بغطيهم وبحطهم بالبرات مثل ما قلنا يا أما ليلة كاملة أو قبل بساعتين من التحضير بالنسبة للطحين يلي بدلت فيه دجاج فيه عندي تقريبا ثلاث كبيات من الطحين حطيت فوقهم ملعقتين مليانين من النشا بحرقهم مع بعضهم وبزيد فوقهم البهرات يلي بقيوا بهالوقت لازم يكون عم حمز زيت عن نار لازم بس لتة دجاج بالطحين دغري حطهم بالزيت الحامي وبدأ انتبه الزيت ما بدي إياله كثير حامي ولا يكون بارد يعني يكون حرارته مع تدلة النار على الوسط بلس شي اللي تجاج من النقعة بلدتهم أول مرة بالطحين برجع بردهم عن النقعة بغطسهم من المالتين وبردهم على الطحين وبصير كبس عليهم لطحين بهيدا الشكل بنفض عنهم كل الطحين الزايد ودغري على الزيت الحامي وهيكي بالتباقي الكمية من الدجاج مثل ما قلنا أول مرة بالطحين بنرجع من ردهم عن النقعة بالطحين وع الزيت وبدنا ننتبه إنه بس ننزل الدجاج على الزيت الحامي ننزله شوي شوي وعمه لنا لحتى ما يطرطيش وكمان لحتى ما يبرد الزيت لأنه إذا نزلنا الدجاج دفعة واحدة الزيت رح يبرد وبدأ أطلب منكم ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك على الفيديو إذا عم تعجبكم وصفاتي وهيك بنزل الدجاج بقلب الزيت شوي شوي ويفضل إنه الطنجرة يلي عم بقلي فيها الدجاج يكون إلا غطاء بس نغطيهم هالشي بساعد إنه يستووا معنا أحسن وهيك من بعد ما نزلت الدجاج غطيتهم وتقريبا بياخدوا حوالي العشرين دقيقة دي يستووا منيح ويحمروا وبرجع بذكركم إنه النار مش لازم تكون كتير قوية لازم تكون على الوسط مال شوي على الخفيف بس أهم ما شيء إنه الزيت يكون حامي بس ننزل فيه الدجاج من بعد ما شيلهم من الزيت بخليهم على جنب ليصفوا وبرجع بقدمهم ما تنسوا تسبسكرايب واكتبوا لي شو بتحبوا نحضر مرة الجاية